في بطولة الأمم عايزة نعرف برضو رأي حضرتك في هذا الموضوع لأنه النهاردة الشوت التاني غير مطمئن للجمهور المصري يعني الحقيقة طبعا التراجع اللي في الشوت التاني ده مشكلة ممكن يكون نتيجة لعيبة برضو يعني خايفة من مباراة الافتتاح اللي دائما بتبقى يعني نتائجها سلبية التاريخ القديم آآ إنما ده برضو مش مبرر لأن انت انت آآ واحد صفر والمفروض ان انت بتلاعب فرقة برضو يعني انا اعتقد انها من التصنيفات القليلة آآ لسه أنا المشكلة النهاردة الكوتشنج من بره انت عملت تغييرات يعني اتكلم عن التغييرات يعني ما قدتش يعني ما نقلتش الفرقة نقلة تانية انا بقول مش هتكلم في التغييرات بس هقول ده نتيجة لعدم برضو يعني آآ وجود المشاط الوديها الكفاية إن الراجل. هو صرح على فكرة وقال إن هو يعني المطشن بالنسبة له كفاية. بس اللي شفناها مش كفاية. مم. لأن التغييرات اللي اتعاملت دي التغييرات احنا من بره يمكن انا كنت قاعد وقلت على التغيير الاولاني كده يعني بعفوية قلت ممكن يعمل تغيير مجنون ويغير آآ يدخل آآ صلاح جوه وينزل. لا انت كنت عايز وغير كده. اه. انت اللي عملت فينا كده. ما كنتش تغيير مجنون. فالتغيير ده مسلا عمل مشاكل. انت ناح ناحية اليمين اللي كان فيها سرعات محمد صلاح. انت فضت الحتة دي على امل ان المحمدي يملى الحتة دي. انما المحمدي الشرطي التاني طبعا بدنيا واع في الحتة دي وولد سلمان مش بتاع الانطلاقات من ناحية اليمين والد سلمان بيلعب برضو الحتة بتاع عبدالله السعيد من تحت شوية. آآ كذلك برضو فيه مسبس آآ في آآ. كتير. نص الملعب كتير. كمان في حاجة غريبة برضو انا مش يعني مش لايه لحل كورة طويلة اللي من المساكين. شوفنا محمود علاء على طول كورة طويلة هو وحجازي. آآ برضو فيه سنة لخبطة شوفناها ما بين المساكين وما بين آآ آآ شناوي. يعني برضو بتحسش ان اللعيبة برضو بتاخد الثقة وبتنقل من تحت. لعيبة على مستوى عالي وخبرات كبيرة. ما نقلتش برضو الكورة من تحت كمان باغي. آآ حتة طارق آآ حامد وانني. برضو الزيادة العددية من انني كانت قليلة. آآ الاستحواز في نص الملعب آآ آآ برضو كان قليل. شوفنا في بداية الشوت التاني برضو. او من اخر الشوت الاولاني آآ آآ عبدالله السعيد بدنيا ملقناهوش. نعم. فكل الحاجات دي آآ آآ مع مباراة الافتتاح مع الضغوط العصبية آآ احنا لازم نقف طبعا جب الفرقة ولازم نقول. لا بس لازم نقول السبب. بس بس الحاجات دي آآ هتبقى مشكلة كبيرة قدامك لما تقابل آآ فرقة قوية. فرقة قوية. بتعرف عندها نص ملعب آآ آآ على مستوى عالي بيقدرين الهاجمة بسرعة. تمام. دي هتعمل مشكلة وشوفنا برضو فراغات ما بين المساكين وحت يعني يعني الشوت الاولاني كان كل نجوم من ناحية الشمال من ناحية المحمدي. ما شوفناش مسلا حد من بره قال لازم. شمال زنبابوي. بالزبط كده. لازم طارق حامد ناسل يقف يقف الحتة دي مسلا. ففي بعض الحاجات آآ اللي موجودة. ملهاش تفسير في النساء. ملهاش تفسير وعايزة تتزبط عشان المباراة احنا كمان في اول مباراة. فما بالك بقى بعد كده انت عارف ان ضغط المباراة بعد كده واللعيبة جاية كان لبقى لك اول مرة برضو تلعب بعد موسم فاللعيبة برضو مجهدة ممكن تعمل مشاكل بعد كده. تمام.